موسيقى اهلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين وخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع رديد ريدمشن طوز اللهب طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن اخطر قائد عصابة مطلوب للعدالة في عالم رديد ريدمشن 2 وهذا القاتل يعني محترف درجة اولى ومطلوب اول للعدالة فتعالوا سويا نخش في المقطع طيب سابقا مسكنا الايس جرين المجرم الكبير لكن هذه المرة رح نمسك شخص اقوى منه واكبر منه الا وهو اوتس سكينر واوتس سكينر هو قائد عصابة السكينر برافرز كاملة طبعا ملصق اوتس سكينر رح تحصله في بلاك ووتر واوتس سكينر رح يكون عليه مبلغ 75 دولار ولو تلاحظون رح تحصلونه مطلوب حي او ميت يعني مطلوب باي شكل من الاشكال طبعا جرائمه جدا جدا كثيرة لا تعد ولا تحصى لما تنتهي من قراءة الملصق شيرف بلاك ووتر رح يعطيك معلومات مهمة او اضافية عن اوتس سكينر تعالوا نسمع سويا اوتس سكينر من سكينر اجبال 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 تقولون انهم خدمت من شخصهم من شخصهم منزل منزل ممكن سيحصل ونعمل او ايجب م معلق كل مكنها موسيقى لم أ قامل ما مثل محاول شخص او لاحظوا مخbir واقل أنا هنا إلى أربعه، إذا كنت أعلم. حسناً، ومعاً لكي أعطي. أعتقد أنه هو المساعدة هذا المساعد. إنهم المساعدة المساعدة. المساعدة في المنزل، يا أبي. المساعدة لا يوجد المساعدة، وإن أعطي أن تكون مهدداً إذا كنت تقلقهمهمهم يقلقهم. حسناً، أخبرني عنهم. لا أعرف إنه سابج أو موطن أو شيء آخر أعرف أنه قد أصدقائي من كل من يتحدث عنه وليس يبدو أنه يتحرك على توقفه هذا ليس لكي يتحركه سأرى ما أفعله سنقوم بإمكانك يجب أن تجده محاولة أو موت طيب بعد انتهاء المحادثة رح يظهر لك في الخريطة موقع أوتس سكينر وكل اللي عليك إنك تتوجه للمكان زي ما تشوفون المكان مخيف ومقرف وفي له أشياء بشعة جدا وأيضا زي ما تشوفون في شخص معلق بالمقلوب أو معلق رأس على عقب وزي ما تشوفوا أيضا رح يكون رأسه محطوط في دلو وأيضا السكينر برافرز سالخين جلد هذا الشخص بعد ما سالخوه أيضا حرقوا جلده عشان كذا تشوفونه بهذا اللون وبهذا الشكل وأيضا لو تشوفون الضحية الثانية ما أدري كيف أوصف لكم صراحة لكن زي ما تشوفون بطنه مفتوحة بالكامل وجميع أعضاءه غير موجودة يعني صراحة شي بشع جدا ما أقدر أتكلم فيه لأكثر يعني مجمع للأشياء اللي سووها السكينر برافرز وأوتس سكينر أشياء بشعة درجة أولى بعدها رح نمسك أوتس سكينر ولما تمسكوا هذا اللي رح يصير دى ها يدى ها يدى ها يدى ها يدى ها وها يحاجح لقد تشتفل نعونا ها ين بإعطاء لا تجد أجل لكن إذا كانت فيه ولكنهم هنا ها 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 وحا ها 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 وعنه في الوقت سيكون مرحبا ويكون مرحبا تظن أنت تكون مرة ولكنك سأتبه أتبه أتبه بحاجة بحاجة من المال سوف توقف مجددا تولي لا تريد أن تتعبين تلك الأناس تلين تطبق تدرب تطبق أموان أموان اموان هذه الأموان اشتركوا فيه انا انا هنا لك تحضره مجلسة انه تحضره مجلسة ايه هذا محظوظ مجلسة سيكون سيكون مكوش احضره تحضره انه تحضره مجلسة ونحن نحدث عن المساعدة لديك المال هنا زي ما شفته سلمنا أوتيس سكينر للعدالة بنجاح وتم سجنه في الزنزانة طبعا بعد مرور عدة أيام لما تيجي لبلاك ووتر رح تحصل التالي اشتركوا في الزنزان كما شفته أوتيس كينر تم شارعه قوى التخلص منه بنجاح وسكان بلاك ووتر كلهم كانوا كارهين له وما احد متعاطف معه اطلاقا بكذا يكون تم التخلص من قائد عصابة المريضين طبعا بعد عدة ايام من الاعدام لما تجي لبلاك ووتر مرة اخرى راح تحصل التالي على ايام من الاعتبار بالتخلص من ينصف بيناها نعم 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 زي ما شفتوا في جنازة لأوتس سكينر مع انه مجرم وزي كذا لكن صارت له جنازة لكن اشيء الغريب انه ما في اي حضور لجنازة أوتس سكينر فقط هذا الشخص وجون مورستين زي ما تشوفون طيب بالنسبة لانقاذ أوتس سكينر لما تنقذوا هذا اللي رح يصيب زي ما شفتوا فعلا انقذناه من الاعدام لكن الشرطة كانت مجرميه مصرة انه يموت وفعلا قتلته بالرصاص زي ما تشوفون يعني مهما حاولت انك تنقذ هذا المجرم أوتس سكينر الشرطة رح يقتلونه لازم لازم يموت طيب شاركونا في خانة التعليقات اراءكم عن أوتس سكينر هل هو اخطر شخص في اللعبة او انه ألايس جرين اخطر منه شاركونا في خانة التعليقات طيب بكذا اصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم أوتس سكينر يعطيكم هد يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم شكرا